بسم الله الرحمن الرحيم المرجع ده بيتكلم عنه موضوع في غاية الخطورة والحساسية ده غلاف الكتاب بنلاقي على جنب هنا دراسات في الأديان الكتاب بعنوان الأصولية والتعصب والعنف في الإسلام والمسيحية للدكتور عيسى ديان والكتاب ده من إصدارات دار المشرق ببيروت وهو كتاب كاثوليكي وده الغلاف الداخل للكتاب قبل ما نشوف الاقتباس حابب أعلق على العنوان الأصولية والتعصب والعنف في الإسلام والمسيحية وهو مؤلف الكتاب شايف أن الأصولية ليها علاقة بالتعصب والعنف طبعا هو في بداية الكتاب بيعرف الأصولية وبيعرف المصطلحات والكلام ده كله لكن أنا باعتقد أن مصطلح الأصولية أصبح يصبح بصبغة سلبية وكأنها بايت حاجة وحشة أو شتيمة أنه يتقال عنك أنك أصولي وأنا هنا مش حابب ناقش التعريف اللي هو بيقدمه للأصولية لكن حابب ألفة الأنظار للنقطة التالية يمكن الديانة الوحيدة على وجه الأرض اللي أصلا كان ليها أصولية وكان ليها أصول وضوابط وقواعد وهكذا وما زالت باقية على هذه الأصولية وتحاول الحفاظ عليها هي الإسلام والمفروض أن الديانة التانية اللي كانت بتحاول تحافظ على أصوليتها ضد الحداثة والعولمة والعلمانية والكلام ده كله هي المسيحية لكن المسيحية قدمت تنازلات كثيرة جدا جدا وهم عايزين أن الإسلام والمسلمين هم كمان يقدموا زي ما باقي الأديان قدمت تنازلات وتخضع للحداثة والعولمة والقيم العلمانية والكلام ده كله قبل برضو ما نقرأ الاقتباس حابب أبص على الفهرس فهنا جايب مقدمات عامة مقدمة تمهيدية مفهوم الأصولية الأصولية في اللغة كذا كذا وبعدين التعصب الديني وبعدين السلفية والتقليد خلي بالك اللي هو بيحاول يوصله من الكتاب ده خطير جدا وبعدين الأصولية الإسلامية المعصرة الفكر السلفي وجايب مفاهيم هام جدا هنا أهم مبادئ الأصولية الإسلامية المعصرة الجهاد في سبيل الله الآخر المختلف كافر الفكر السلفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقوق الله قبل حقوق الإنسان الديمقراطية تعدي على حقوق الله ده كل ده فين؟ في الأصولية الإسلامية وبعدين الأصولية المسيحية هنا جايب لك عالم الله وعالم الشيطان المجتمع البشري فئتان مخلصون وهالكون تبرير الحرب المقدسة وبعدين جايب لك بالأصولية الإسلامية في ما صارها التاريخي هبا الخوارج أصول الفكر الخوارجي وبعدين فجأة الحنبلية والتيمية والوهابية والصحوة الإسلامية وبعدين التيرات الإصلاحية الحديثة في الإسلام وبعدين السلفية الحديثة في الإسلام كل الكلام اللي فات ده بيعطيك فكرة يعني هو دماغه عاملة إزاي في طريق التعامله مع الناحية الإسلامية وبعدين ممارسة العنف والتمييز العنصري بدافع الدين في التاريخ الإسلامي وجايب لك هنا حقبة الخلفاء الرشيدين وبيبتدي بحروب الرد وبعدين الدولة الإسلامية العربية وبعدين الدولة الإسلامية غير العربية بيفوت على الحقبات التاريخية دي اختصارا هنا بقى الأصولية المسيحية في ما صارها التاريخي وهو مهتم بالقرون الوسطى ومقسمها فترة أولى وفترة تانية المهم هنا بيتكلم عن الخلافات العقائدية والعنف الديني اللي نتج عن هذه الخلافات العقائدية وبعدين المسلك الأصولي في الفترة الثانية وده اللي احنا هنسلط عليه الضوء النهاردة في الاقتباسات اللي احنا هنجيبها الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والإصلاح البروتستاني وبعدين بيتكلم شوية عن نشو الأصولية المسيحية الحديثة وجماعات أصولية نموذجية على رأسهم الإخوة المسلمين وبعدين فيه المسيحية المتصهينة وآخر حاجة الأصولية الدينية وتأثيرها حابب أقول تعليق أنا شايف أنه مهم اللجوء إلى العنف والقتال يمكن جزء من الطبيعة البشرية وعلى مدار التاريخ البشري فيه دايما حروب وصراعات وعنف وقتال أي دين تقريبا على وجه الأرض كان دايما له علاقة لأن ده أمر راجع للطبيعة البشرية بالعنف والقتال والحروب والصراعات بشكل من الأشكال النقطة الجوهرية هنا أكيد فيه مسلمين واقعوا في عنف وحروب وقتال وأكيد فيه مسيحيين واقعوا في عنف وحروب وقتال الفيصل لما نيجي نقارن ما بين الاثنين نحاول نرصد الآتي هل أفعال أتباع هذه الديانات أفعالهم عبارة عن تطبيق لنصوص دينهم ولا لأ لأن أنا بتدعي أن الإسلام العظيم مليء بأصول وضوابط وأخلاقيات وقواعد وسلوكيات متعلقة بالحروب والقتال وبالتالي الإسلام بيضبط لك النحية دي عشان ما تشتحش وما تضغاش على الآخر أما في ناحية المسيحية لأن هنا الكتاب بيتكلم عن التعصب والعنف في الإسلام والمسيحية أما في المسيحية فالمسيحية نفسها ما فيهاش تشريعات متعلقة بالحرب والقتال والمفروض بقى لو هم هيدعوا أن المسيحية في الأصل ديانة مسلمة تماما ومن ضربك على خدك الأيمن فقدر له الآخر ولو طردك من البيت عادي جدا واترك له رداء المفروض بقى تفهم من كده أن ما فيش أي نوع من أنواع المقاومة وما فيش أي نوع من أنواع العنف والحرب والقتال ولكن مع ذلك نجد أن المسيحية زي ما هو بيرصد سواء مسيحيين ما بينهم وبين بعض أو مسيحيين مع الآخر تاريخ طويل من العنف والحرب والقتال تاريخ دموي سيء جدا طيب إذا كان المسيحي هيدطر غصبا عنه بسبب طبيعة الحياة والطبيعة البشرية والتدافع اللي في الأرض أنه هيلجأ لعنف وحرب وقتال هل الكتاب المقدس فيه أخلاقيات وضوابط واقعية تضبط سلوكيات المسيحي في الحرب المسيحي ما عندوش غير حروب العهد القديم ولو هو هيقتدي بالحروب المقدسة اللي موجودة في العهد القديم يبقى دي مشكلة كبيرة جدا لأن حروب العهد القديم مليئة بالإبادات وبالحرق فلو هو هيتأسى بدا يبقى احنا المفروض ما نستغربش من أي مخالفات جسيمة حصلت في التاريخ المسيح لأن المسيحية فقدة للأصول والضوابط والقواعد والأخلاقيات والسلوكيات اللي تضبط المسيحي وقت الحرب وليس لها إلا هذه الأمثلة الصعبة جدا للحروب المقدسة اللي موجودة في العهد القديم زي مثلا الحروب اللي خضها يشوع ابن نون أو حتى سيدنا موسى نفسه هنا في الصفحة رقم 155 الفصل الثاني عشر المسلك الأصولي المسيحي في الفترة الثانية من القرون الوسطى بيقول نتوقف في هذا الفصل على محطات ثلاث الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش والإصلاح البروتستان أولا الحروب الصليبية الحروب الصليبية هي الحروب التي شنها الغرب المسيحي على الشرق المسلم في نهاية الألف الأول وبداية الثاني بهدف السيطرة على بيت المقدس وتسهيل عملية زيارة الحجاج المسيحيين الأماكن المقدسة والتي أدت إلى إنشاء كيانات دول ممالك إمارات كونتيسات إلى آخره فرنجية أو صليبية في الشرق أنا مش عايز أدخل في التفاصيل لكن هو حاكي شوي التفاصيل حلوية تاني حاجة بقى محاكم التفتيش بيقول يشير مصطلح محاكم التفتيش إلى عدد من المؤسسات التي نشأت في الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى لاحظ إن الكاتب كاثوليكي وأعطيت سلطة التحقيق مع رعاياها رعايا الكنيسة ثم امتدت لتشمل أتباع الأديان الأخرى زي المسلمين بهدف التحقق من سلامة عقيدتهم طب هو أنا أصلاً مش على دينك فتتأكد من سلامة عقيدتي إزاي وسلطة محاكمة الهراطقة وأولئك الذين تعدوا على الحق الكنيسي وتنفيذ الأحكام وكل ذلك بهدف المحظة على سلامة الإيمان حاكم التفتيش دي زي الحروب الصليبية يعني بقعة صودة في جبين التاريخ المسيح لكن النقطة هنا إن هو بيقول إن الأصل في المسألة إنها كانت ما بين المسيحيين إن المفروض إحنا كاثوليك إنت هتبقى مهارتق وهعمل فيك إيه بقى لو اكتشفت إن إنت مهارتق وامتدت لتشمل أتباع الأديان الأخرى بمعنى إن أنا لا أقبلك أصلا إن لو اكتشفت إن إنت مش مسيحي هنفخك هنا بيحكي قالك يعني قبل القرن الثاني عشر كانت الكنيسة تواجه ما ترى بدعة وتحاسب المبتدع من خلال نظام الحرب ولكن نادرا ما كانت تلجأ مباشرة للتعذيب أو الإعدام كشكل من أشكال عقاب وذلك للتقليل من تأثير البدعة وهنا بيحكي بقى إزاي الكنيسة كانت بتتعامل مع الهراطقة المشكوك بصحة عقيدته وبعدين بيقول بحلول أوائل القرن السادس عشر كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أصبحت الكنيسة المسيحية الوحيدة في غرب أوروبا ثم عندما كانت ترى نفسها مهددة من قبل أي حركة شقاقية مثل حركة الإصلاح البروتستانتي كانت تلجأ إلى ممارسات تردع بيها المنشقين هنا هو بيتكلم بحنية شيئا مسيحين في قلب بعض وبعدين امتدت لتشمل أديان الأخرى وبعدين بقى الإصلاح البروتستانتي وإزاي الكنيسة الكاثوليكية واجهت الإصلاح البروتستانتي قالك تخلى الإصلاح الديني في القرن السادس عشر موجات من ممارسة العنف الديني من قبل كل فرقاء الخلافات الدينية الكنيسة الكاثوليكية والإصلاحيون والأنابابتست وعمال بيقول لك عنف ديني من قبل الكنيسة الكاثوليكية وبيحكي بقى جايب لك قتل جون هوسو واحد اثنين ثلاثة اللي كانوا بيعملوه في البروتستاني هنا بقى بيقول إيه الخلاصة لا يستطيع المسيح الملتزم اليوم أن يتصور أن مثل هذه الأحداث حصلت في تاريخ المسيحي وأن هذا العنف قد مورس باسم الله والمسيح والكنيسة وأنا نفسي من أكتب هذه الصفحات أكاد لا أصدق لكن هذا حصل وهذا التاريخ والتاريخ لا يمحى لأن الذين كتبوه ماتوا بيقول لك في الآخر إيه ليس العيب في المسيحية فليست هذه المسيحية التي تمارس هذا العنف وبهذا الشكل بالمسيحية الأصيلية إنها مسيحية البشر والسياسة وحب المال فهل لي مسيحية المسيح أن تأخذ بزمام المسيحية برجع وأقول في الآخر إن هو عارف كويس قوي إن العنف الدين اللي المسيحيين مرسوه باسم الله والمسيح والكنيسة يكاد لا يصدق وبعدين هنا في الآخر بيقول فهل لي مسيحية المسيح أن تأخذ بزمام المسيحية؟ طب وهي مسيحية المسيح فيها قواعد وضوابط وأخلاقيات وسلوكيات تحكم الإنسان فيما يخص الحرب والقتال؟ لا يبقى هي الفكرة إن مسيحية المسيح اللي أنتو بتدعوها دي ما نقدرش على أساسها نحكم الناس ونضبط أخلاقهم وسلوكياتهم خصوصا في باب الحرب والقتال والعنف والتدافع البشر اللي بيحصل الطبيعي إن الناس بيحصل ما بينهم صراعات المشكلة الرئيسية هي إن المثال اللي موجود في الكتاب المقدس عن الحروب المقدسة مثال صعب جدا 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 وإن المسيحية ما بتقدمش اللي يضبط أخلاق الناس وسلوكياتهم في الحرب طبعا شبهة إن الإسلام انتشر بحد السيف وإن الإسلام لجأ للعنف الديني والكلام ده كله شبهة قديمة جدا وبيتم ترويجها بشكل فاني الأوحش من كده إنه يتم الربط ما بين الأصولية الإسلامية والعنف الديني وكأن الأصولية الإسلامية هي التي تؤدي بالضرورة إلى العنف الديني هو بيقصد بالعنف الديني يعني عنف دافعه النص الديني أو من أجل الانتصار للدين أو الدين لو دور رئيسي في الموضوع يعني أنا بعتقد إن المسألة دي لغاية النهاردة رغم قدم الشبهة إلا إنها تحتاج إلى دعم إعلامي كبير جدا جدا لتصحيح هذه الصورة في بعض الفيديوهات الممتازة جدا جدا على قناة رواسخ لكن الموضوع محتاج عمل أكبر من كده بكتير خصوصا بالمقارنة أنا سأكتفي بهذا القادر في هذا الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزالة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته